أمر بات متكرراً في المشهد الليبي ضربات جوية تنفذها قيادة أفريكم ضد أهداف على الأراضي الليبية تقول أفريكم أنها مواقع لعناصر تتبع تنظيمات متطرفة تتخذ من الصحراء الكبرى موطناً ومستقراً لها في غياب الدولة الليبية واضمح للمفهوم السيادة الوطنية تعود أفريكم هذه المرة لتضرب في أوباري وحسب مصادر محلية فإن الضربة التي نفذتها طائرة بدون طيار أصابت سيارة كان يستقلها الشخصان أجنبياً قتل أحدهم على الفور فيما أصيب الثاني بإصابات بليغة وتضرر منزل بحي الشارب في المدينة التي تغل عمقاً في صحراء الجنوب الغربي من ليبيا بعيداً عن أنظار الساسة المتصارعين على السلطة في العاصمة الليبية طرابولس قيادة أفريكم تقول كل مرة وفي أعقاب تنفيذ عملياتها إنها تنسق مع حكومة البعثة الأممية في العاصمة لكنها لا توضح أبجديات ذلك التنسيق مع حكومة لا يتوفر لديها من الأدوات ما يمكنها من جمع بنك أهداف محتملة للتنظيمات المتطرفة وينحصر إرثها المعرفي في التطلع إلى المدن الليبية في خرائط الجغرافية وينحصر عملها في التوفيق في علاقتها التبعية بين فرنسا وإيطاليا غياب الإرادة السياسية وحالة الترد الأمني والاقتصادي تجعل من البلاد رهينة وملاذاً للمتطرفين القادمين من دول الجوار وهدفاً للتدخلات الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى مزيد من الاقتتال والانقسام في بلد تتكرر فيه المعاناة بين الأمس واليوم ويتناوب العبثون على نهب ثرواته وتدمير مقدرته مستغلين سوء الحال وانعدام السؤال